تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى قصة اليوم مختلفة مش عن حدث معين مش عن قصة غريبة قصة اليوم عن مسيرة كاملة هي باكتمالها غريبة وما صار مثلها في التاريخ قصة اليوم عن شخص لما تدخل في مسيرته تشوف كل زواياها بتقول اف هذا الوحيد فعلا اللي بستاهل تقوله الرجل اللي ختم كرة القدم بكل تفاصيلها في كافة اختباراتها في كافة تحدياتها دايما نتيجته ناجح بل ناجح بتفوق اليوم نتكلم عن القيصر عن فرانس بيكينباور أسطورة مايرمينيك أسطورة ألمانيا أسطورة كرة القدم اللي بكل مرحلة من مراحله ترك بصمته الخاصة اللي بكل مهمة دخل فيها طلع متفوق وإلو بصمة عاشت سنين بعد رحيله نصيحتي للجميع نكمل القصة للنهاية لأنه فيها تفاصيل شوي غريبة فيها مفاجآت فيها دروس لإننا في حياتنا كيف تكون بيكينباور رح أدخل بتفاصيل البسيرة الآن بس كالعادي بذكركم تتركوا لايك على الفيديو عشان نوصل لمشجعين الكرة الألمانية اللي بيحبوا بيقدروا القيصر لو يجد تقول عن البرازيل الكل بيقولك بيلي في الأرجنتين مارادونا ميسي في البرتغال رونالدو أزيبيو في إيطاليا دائما تطلع أسماء باجيو ممكن يحكولك شوية مدافعين معهم بس لما تقول مين أحسن لعب إيطالي حيقولولك على الأغلب باجيو أو أي اسم أو باولوروسي دائما مهاجم البرازيل مهاجم البرتغال مهاجم أرجنتين مهاجم تعالي أسأل الألمان مين أفضل لاعب في تاريخكم حيقولولك بيكين باور أفضل لاعب في تاريخ الدولة اللي فايز بكأس أمم أوروبا ثلاث مرات وكأس العالم أربع مرات واللي قدمت أندي عظيمة جدا أحسن لاعب في تاريخها مدافع لو هذا الإنجاز الوحيد اللي عمله بيكين باور اللي كان يكفي إنه يعجز من بعده في كرة القدم يحاولوا يعمله رح ندخل بتفاصيل هذه القصة وحنتفاجأ إنه هذا كلعب نجح كرئيس نادي نجح كمدرب نجح كمدير رياضي نجح كموظف في الاتحاد الألماني نجح كموظف بالفيفا حتى نجح مش طبيعي بيكين باور انولد عام 1945 شو هاي السنة؟ هاي السنة نهاية الحرب العالمية الثانية ألمانيا حطام ألمانيا مدمرة فكان بيكين باور عم بينمو عم بيكبر باللحظة اللي كانت فيها ألمانيا بتحاول تنهض وترجع دولة طبيعية من دول العالم وعمره 6 سنين قرر يرتحق بأحد الأمدي الألمانية في المنطقة اللي نولد فيها اللي هي ميونخ وذهب واختار نادي اسمه ميونخ 1906 شو مالنا يا عوات؟ شو ميونخ 1906؟ احنا بنعرف ميونخ 1860 وبنعرف باير ميونخ تخترع عندي يقاعد بتضحك علينا؟ لا ميونخ 1906 هو نادي كرة قدم ألماني قديم كان موجود وكان تركيزه الأساسي بش كرة القدم رفع الأفقال وعنده بطولات برفع الأفقال كرة القدم كانوا عميها لللي بحب يلعبها فروح بيكين باور كين لعندما صار عمره 14 سنة لسن 1959 طبعاً نادي ميونخ 1906 بتعرفوا وكيبيديا انه النادي اللي بيعرفوه الناس انه لعب فيه بيكين باور يعني بيكين باور هو سبب انه احنا نعرف هذا النادي حالياً وهذا النادي طبعاً بيع عام 2008 ألغى نشاط كرة القدم ودمجها مع نادي آخر والاثنين لحد الآن أندية هو لانه هذا النادي عمره مهتم بكرة القدم نرجع لعمر 14 سنة بيكين باور بروح يلعب مع ميونخ 1906 مباراة ضد جارهم ميونخ 1860 وقتها كان هو مفضل بداخله يلعب مع ميونخ 1868 مش مع بايرن بايرن كان من دي درجة ثانية خلال هذه المباراة مع الجار صار موقف تبير تاريخ كرة القدم خلال المباراة أحد لعبي ميونخ 1860 عانى كثير أمام فرانس بيكين باور فخلال أحد الأخطاء قام وضربه كف أو صفعه أو على قولت إخوانا المصريين ادى بالألم وهان كانت في مشكلة كبيرة جدا بيكين باور شعر بجرح كبير بالكبرياء وقال صح أنا حاب ألعب مع ميونخ 1860 بس بعد هذا الموقف مستحيل ألعب معهم مع السلامة أنا حروح على بايرن ميونخ فهذه الصفعة غيرت تاريخ كرة القدم الألمانية ليومنا هذا أثناء مكان بيكين باور عم بيكبر كانت عم بتصير معجزة كروية بالنسبة للألمان بفوزوا بكأس العالم 54 ففتدفع الشباب أكثر وأكثر يحبوا يلعبوا كرة القدم ومنهم بيكين باور اللي اعترف بتأثير ذلك الفوز على إلهامه أنه يحاول يروح لأبعد ما يمكن بيكين باور رأى على بايرن ميونخ هناك حطوا بالفريق الرديف شاب صغير جايهم سنتين ضل بالفريق الرديف بس لاحظوا أنه لا 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 هذا مش رديف أبداً هذا الأساسي والكل رديف بعده فوضعوه لاعب بالفريق الأول بعد سنتين من وصوله إلهم وسنة واحدة مع الفريق الأول في بايرن ميونخ باس وبتحول للاعب في المنتخب الألماني وعمره 19 سنة الصحافة الألمانية نجنت كيف تجيب لاعب مع فريق صاعد جديد من الدرجة الثانية وصغير بالعمر مدرب ألمانيا الشهير هلموت شون كان له تصريح شهير جداً عن هذه المسألة ولما نذكرها قال أول مرة شفت بيكين باور بيلعب مع بايرن ميونخ في الدوري قلت هذا لاعب منتخب ألماني مش لاعب صغير ناشئ وصلنا كأس العالم 66 قائمت كأس العالم كانت وقتها 22 لاعب فيها ثنين بس من بايرن ميونخ بيكين باور وسب ماير بيكين باور الشاب موجود في ألمانيا اللي كانت تتآمن وقتها بالخبرة للنهوض من جديد وقتها مصابقة كأس العالم كانت هي منصة تسويق اللاعبين حول العالم دوري أبطال أوروبا ما كان كاس بالشعبين ما كان عم بيوصل الناس لا إعلامياً ولا بثاً فكان كل شيء بتعلق بكأس العالم هذه المناسبة كانت هي اللي تسوقك تروجك تخلي الناس تعرفك وبكين باور بال66 ما خيى بالظن راح وأثر بشكل رائع في أداؤه في كأس العالم وقاد ألمانيا إلى نهاية كأس العالم 66 كانت مفاجأة وصولهم إلى ذلك الدور للعلم وخسروا في المباراة الشهيرة مع إنجلترا 4-2 بهدف أثار ضجة ليومنا هذا هدف هورست اللي ضرب العارضة وحسب الرواية الغالبة إنه الكرة ما اشتازت خط المرمى وخلال طريق ألمانيا للنهائي سجل بيكين باور في نصف النهائي في شباك الحارث الأسطوري لفياشي وساعد ألمانيا على الوصول النهائي بالفوز 2-1 على الاتحاد السوفيتي بعد المباراة النهائية سألوا بيكين باور انت حزين؟ قالهم لا أنا لعبت 120 دقيقة ضد بوبتشاكل أسرع لاعب على وجه الأرض حسب وصفه وقتها وبالتالي كان تحدي جميل لإلي تحدي جميل لقدراتي والشي الثاني ألمانيا لعبت نهائي كأس العالم نقلنا منتخبنا من مصاف المنتخب اللي بيحاول لمصاف المنتخبات الكبرى بهذا المونديال ما تتوجنا اليوم ما سحنتتوج راحقا بعد المونديال الأول 66 الجميع بيعرف بيكين باور أصبح لاعب معروف مدافع إلو قيمته وتم اختياره كثالث أفضل لاعب في العالم بعد اثنين مميزين هدفين حاسمين بوبتشارتون الأول وأوزيبيو الثاني أيضا في موسم 65-66 كان بايرمينخ عم بيحتل المركز الثالث وبروح يلعب كأس الكؤوس الأوروبية وهناك فاز فيها بيكين باور 66-67 لتكون أول لقب قاري أوروبي بفوز في بايرمينخ في حياته الفوز وقتها كان على حساب جراسكورينجرز بهدف نظيف وهون أنا عم بحكي لكم رح تنتبهوا أنه بيكين باور هو الأساس اللي قام عليه أحد أعظم أندي التاريخ كورت القدم بايرمينخ وفي موسم 68-69 كان بايرمينخ بفوز بأول لقب بوندس ليجا في حياته ليش بوندس ليجا؟ لأنه البوندس ليجا ما كان اسمه بوندس ليجا قبل الحرب العالمية الثانية ولكن حتى قبل الحرب العالمية الثانية بايرمينخ كان عنده لقب دوري وحيد بسنة الـ 32 يعني بيكين باور بموسم 68-69 لوحده عادل تاريخ بايرم كان عنده لعبين مميزين كان سب بايرم واحد يعني كان بسهولة ينافس ياشين على أحسن حارس في العالم وكان أيضا جيرد مولر مهاجم ممكن لليوم ما إجا 2-3 زيه بس كان في فرق الكل بيشوفوا عن بيكين باور بيكين باور هو عم ينشأ لعب بكل مراكز كرة القدم لعب مهاجم ولعب وسط ولعب جناح ولعب مدافع فكان فهمه لكرة القدم مختلف كان مدرك حركة كل شيء بصراع أرض الملعب رؤيته فهمه لتفاصيل اللعبة كان مختلف وأيضا بيكين باور كان عم يشوف اللعبة بمنظور ثوري بمنظور تغيير كان وقته في اللاعب اللي بسموه سويبر أو القشاش المدافع اللي بوقف بين مدافعين وراهم بشان يغطي عليهم لما تمرد كرة من هون أو من هون هو شاف الموضوع العكس قال لا لازم ما أضل وراهم بعض الأحيان أحسن أقدم أدافع أمامهم أو بعض الأحيان أحسن أتركهم وأطلح هجوم فهون تم اختراع مركز جديد سمي بالليبرو فكنا نشوف بيكين باور بتدرج بالكرة من الدفاع للوسط للهجوم وبيقدم كان يتحول لصانع ألعاب لما تكون مع طريق الكرة ولما يخسرها بتحول إما لقلب دفاع أمام قلبين دفاع أو قلب دفاع خلف قلبين دفاع فبيكين باور مش بس كان لعب ممتاز بيكين باور اختراع مركز في كرة القدم ممكن أن تقول عنه كمدافع المجوز المدافع الوحيد في تاريخ كرة القدم اللي بتقدر تسميه بالساحة لأنه كان يلعب كرة أحلى من المدافعين الآخرين بس في شي ثاني ميز بيكين باور عن زملائه أو منافسين في حب الألمان اللي هم جارد مولر سبماير وغيرهم إنه شخصيته قتاليته كانت أعلى من الجميع في نصف نهائي كأس العالم سبعين أمام إيطاليا بيتعرض لإصابة بيسقط واضح عنده شيء ربما منقدر نوصفه بيخلع الكتف بيكين باور بيرفض يطلع بيقولك كابتن ماجد حقيقة بلف نفسه وبدخل بيلعب كرة القدم مصاب ملفوف وبكمل اللقاء بشكل أقرب لأفلام الكرتون مستحيل يكون إلا بإنمي ياباني أو إذا كنت بيكين باور خسرت ألمانيا في ذلك اللقاء أربع ثلاث لكن ولا حدا قدر ينتقد بيكين باور بني الاتحاد الألماني قال لك وقف وقف هذا هو من يومه طالع قائد المنتخب الألماني هذا اللي بمثل روح ألمانيا بالقتال حتى آخر لحظة مهما كانت الظروف بيكين باور أصبح قائد المنتخب الألماني وكأنه هذا القرار اللي كان ناقص عشان ألمانيا يتبلش لقب ورا لقب كأس أوروبا 72 ألمانيا بتفوز فيه من أول مشاركة إلها وهناك كان عن بفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم طبعا في تصويت لـ 72 عن أفضل لاعب في العالم كانوا الثلاث الأفضل ألمان الأول بيكين باور الثاني جيرد مولر والثالث أسطورة مهمة في تاريخ الكرة الألمانية ونادي بونشينغ لاتباخ جونتر نيتزر وهناك أصبح بيكين باور أول مدافع في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ومن 71 للـ 74 كان فيه ثلاث بطولات بوندسليغة بايرم يونيخ بيخدهم واحدة وردتانية وبروحوا على كأس العالم 74 وبتتوج في ألمانيا تتويج الشهير بيكين باور كان عم بواجه كرويف رمز الكرة الألمانية ضد رمز الكرة الهولندية العبقري هون والعبقري هون بس القيصر تفوق على الجناح الطائر وفاز بلقب كأس العالم 74 وبعدها ما وقف مع بايرم يونيخ من الـ 74 للـ 76 دوري أبطال أوروبا على التوالي لبايرم يونيخ من أول مرة للثالث مرة في تاريخهم ليفوز بالكرة الذهبية مرة ويصبح حتى يومنا هذا اللاعب الوحيد المدافع في التاريخ بفوز فيها مرتين وإذا ما خبضني ممكن لبعد 30 سنة إذا كان في يوتيوب يكون في واحد عم بيحكي هذه الجملة اللاعب المدافع الوحيد في التاريخ اللي بفوز بالكرة الذهبية مرتين في فترة هذا التفوق طلع اللقب القيصر شو سبب تسمية القيصر؟ هي صدفة؟ مع مش صدفة نادي باير مينخ كان في زيارة للنمسا ليواجه رابدي فيينا فبكنباور نزل يمشي في شوارع النمسا فوجد تمثال لإمبراطور النمسا جوزيف الأول للعلم هذا جوزيف اللي هو لما قتيل ابن أخوه بنشت الحرب العالمية الأولى كان له تمثال فقال له بكنباور صورني محل إمبراطور صوره الصحفي الألماني ثاني يوم لما نشر الصورة تاعت بكنباور مع الإمبراطور وقتها الصحافة الألمانية متعودة تسمي اللاعب الجميل واللعيب الأمير اللاعب القائد الملك فقال لا أنا هسميه القيصر ليش سمى القيصر؟ لأنه إمبراطور النمسا في وقتها اللي كان عم بيواجهه بألمانيا كمنصب سياسي القيصر فسموه القيصر ومن هون بدأت التسمية وهناك أيضا رواية بالدعم ليش الجمهور تبنى القيصر بسرعة لأنه كان فيه لاعب بيشالكة راينهارد ليبودا كان اسمه الملك ولدقة ملك فشتفالين فجماهير بايرن بيتوريهم إنه القيصر أعلى من الملك فالكل تبنى لقب القيصر وهو فعلا قيصر في الكرة نجاح مع بايرن نجاح مع المنتخب زهج الزلمة فقال لك خلص أنا تعبت بدي أروح أعمل شي تاني يلا نروح على أمريكا بس هو عم بيطلع كان الجميع عم بيدرك إنه بكنباور دخل على بايرن نادي درجة ثانية وتركه نادي يخشى كل من في أوروبا نادي بيحترمه كل من بيحب كرته القدم إلى نيويورك بروح يلعب بجانب مين بيليه فكرة أمريكية تسويقية عبقرية نيويورك كوزموس بيجمع بيكنباور مع بيليه القيصر الدفاعي مع قيصر الهجوم في فريق واحد وهناك بأربع مطلعات دوري خاضها فاسترة ألقاب دوري وكأنه بيقول لا لا أنا ما رحت على أمريكا أتقاعد أنا رحت أفوز أنا ما بحب أفشل بيكنباور بالثمانين بيقرر يرجع كان يفكر يعتزل لكن إجاله عرض بآخر لحظة من هامبورغ تعال إلعب معنا محتاجين شخصيتك محتاجين قيادتك بيكنباور وقتها كان عم يعاني كثير من الإصابات خلص كبر بالعمر ووقتها اللاعب بكرت القدم بعد الثلاثين نتيجة عدم الرعاية الطبية والتغذية كان بعد الثلاثين كل يوم بالمستشفى يعني كانوا كلهم يقلبوا ديمبلي بآخر مسيرتهم لكن بيكنباور قرر يرجع مع هامبورغ ولعب 18 مباراة في الموسم الأول لكن في الموسم الثاني 81-82 لعب عشرة بس لكن هامبورغ جاب لقب الدوري وعندما غادروا بيكنباور ظلت الثقافة النصر تحت الدوري وجابوا دور 82-83 هامبورغ زي ما بنعرف وهمبورغ وقتها كان فريق قوي لكن ذلك كان آخر دوري بفوز فيه بحياته سنة 83 بيكنباور مر على هامبورغ فاز بالدوري معهم مرة اعتزل قال بيكفي كرة قدم قالوا له وين رايح احنا ما بنعرف نعيش من دونك المانيا ما بتعرف كرة القدم العظيمة من دونك تعال صير مدرب بدون خبرة موافقين خلوا يدرب المانيا بال84 بدون ما يكون مدرب حدا قبله اتخيلوا لو هذا القرار أخذ الآن كيف حتبجني الإعلام والصحافة ولكم انتو مجانين بس مع بيكنباور ما فيش جنون لأنك إذا بدكت راهن صح راهن عبين كينباور وغمض عيونه واحد فايز بكأس العالم كأس أوروبا دوري أبطال أوروبا دوري ألماني مع فريقين ودوري أمريكي ما بيهموش وين ما يروح حيفوز ودو مدرب حيفوز مسك ألمانيا بال84 بال86 قاد ألمانيا لنهائي كأس العالم 86 وخسر مع الأرجنتين خسر مع ماردونا العظيم بالثلاث اثنين لكن ما مشله إياها رجع له بالتسعين وتوج باللقب وهزم ماردونا بنهاية التسعين يقال كان في فريقه الفني 18 مساعد بيكنباور كان مهووس بالتدريب بالتفاصيل كان من أول من أدرك أنه الوظيفة تحت المدرب لازم تتوزع على كثير ناس لأنه فاهم كرة قدمي كويس كان فاهم وشايف المستقبل يبلغيره نجح يفوز بكأس العالم تسعين ليصبح وقتها ثاني لاعب في التاريخ بفوز بكأس العالم كلاعب وبعدين لما يتحول مدرب بفوز بها كمدرب بعد ماريوزا قاله وهذا إنجاز نضم لهم إلو الفرنسي دي شام في عام 2018 بس الجميع تفاجأ بعد كأس العالم تسعين بيكنباور قال لهم شكرا أنا تارك التدريب كانت واضحة في شي غلط لما فاز بكأس العالم تسعين الجميع بيحتفل الجميع بيرقص الجميع مبسوط إلا فيه واحد قاعد بيمشي لحاله زي التايف في الشارع داخل الملعب ما حدا فهم ليش بيكنباور ما احتفل بكأس العالم وقتها ما حدا عرف لكن بسنة 2018 أخيرا بيكنباور ناطق وقال قال وقتها بلشت أطلع على مسيرتي إنو أنا فعلا عملت كل شب كورت القدم كلاعب وكمدرب وكنت أقول لحالي شو بدي أعمل هسا بحياتي خلصت الموضوع فعلا بدري ذكرت إمي وأنا بكبر ذكرت إنجازاتي مع بايرل إنجازاتي مع ألمانيا ذكرت كل ذلك ولكن كل لحظة من تلك اللحظات القديمة كان في لحظة بعدها لكن هون فكرت إنو خلص ما ضل شي كان يعتقد إنو ختم كورت القدم فعلا حتى إيجا نادي مارسيليا قالوا لا 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 عندي إلك فكرة جديدة شو رأي سيبك من تدريب كورت القدم تعال صير مدير تقني أو تعال صير مدير رياضي لمارسيليا قالوا والله فكرة جديدة أنا كورت القدم تدريب ولعب ختمتم تعالوا نجرب نلعب مدير رياضي راح مدير رياضي عمل ثورة في مارسيليا اشترى تسع لاعبين في أول موسم إله كان دائما الشراء طبعا باستشارة رئيس النادي لكن في ثلاث لاعبين حيذكروهم الناس إنهم جاءوا إلى مارسيليا بفترة بيكنباور باسيل بوني المدافع اللي سجل هدف مارسيليا في نهاية دور الأبطال 93 ضد ميلان فرانك ساوزي لاعب خط الوسط المجتهد في مارسيليا واللي كان أحد أهم أسباب إنه مارسيليا يجيب دور الأبطال 93 والغني عن التعريف عبي دي بيلي أحد أفضل لاعبين أفريقيا في التاريخ اللاعب الغني اللي كان موجود في مارسيليا أساسي في مواجهة ميلان 93 لكن في 90-91 صار شي غريب بعد فترة قصيرة رئيس النادي أقال المدرب وقال لبكينباور انزل انزل من فوق انت مش شغل مدرجات انت تحت انزل درب درب أكم من شهر ما كانت النتائج تمام مش مستقرة لكن بعد أربع شهور بيكينباور استنحى وجاء مدرب جديد بس بيكينباور ترك مارسيليا بالصدارة وترك فريق في تقدمه وفي مسيرته وصل نهاي دورة أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وقتها وخسر مع النجم الأحمر اللي غزلها في براكلات الترجيح وفاز بالدورة وخسر الكأس مع موناكو في آخر لحظة وكان يقال حتى الآن بالنسبة للجمهور الفرنسي تأثير بيكينباور على شخصية مارسيليا ظل موجود لأنه فهمهم كنت القدم مش بس تلعب حلو كنت القدم تلعب حلو وتفوز في صيف تاريخ التسعين بايرون مينيخ كان بيدور عمدرب بيكينباور قالهم يلا هيني جاي تعالوا أخذت الدوري السلام عليكم نعم السلام عليكم جاي بالدوري وقالهم يلا أنا بطالع مرة تانية اعمل هيك اتدرب هيك ممل التدريب بالنسبة لبايرون بيكينباور واللي بزيده مالا لن انه بنجح بسرعة قالوا له خلص جبنا لك مهمة حجننك صعبة حنخليك رئيس نادي بايرون مينيخ ووقتها في أوائل التسعينات بلشت تظهر بعض الأفكار التجارية حول كرة القدم سنة الأربعة وتسعين بيكينباور بفوز بثقة الهيئة العامة في بايرون مينيخ وبصير رئيس النادي ولأنه دائما بيشوف المستقبل أول قرار له كان لازم بايرون مينيخ يبلش يصير مهيكل ويفكر كشركات فكان تقراره الرئيسي والمهم جدا لليوم انه كان بيحول بايرون مينيخ لشركة فأخذ خطوة قبل غيره بكثير وهذا اللي خلى بايرون مينيخ دائما متقدم على الأندية الألمانية من حيث الثقافة من حيث الفلوس من حيث فهم البزنس تعرياضة في عام ستو التسعين صارت مشكلة ما بين بايرون وأتوري هاجر رحل المدرب بيكنباور تطلع شافهم كلهم بتفرجوا فيه قالوا مرة ثانية هيني نازل أدرب نزل درب وكالعادة جاب لقب كأس الاتحاد الأوروبي وفي الثمانية وتسعين بفوز بالتصويت في الاتحاد الألماني لكرة القدم وبصير نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في تلك الفترة كان في ملفين مهمات جدا كان بيكنباور أحد الفاعلين جدا فيهم الملف الأول استضافة كأس العالم 2006 كانت تعتبر خطوة مهمة لألمانيا عشان بدون يستخدموها لتطوير ملاعب الكرة الألمانية كلها وفعلا بيكنباور قاد ألمانيا للفوز بذلك وبسهولة تامة لكن أيضا كان في ملف ثاني مهم ما كان هو المشرف الرئيسي عليه لكن كان أحد المفكرين المهمين فيه الكرة الألمانية بلشت تعاني من قلة المواهب في آخر السنوات 98 لعبت بفريق كبير بالعمر وبأوروبا 2000 كانت فضحة فكان لازم يصير تغييرات وبدأ التغيير اللي بنعرفه كلنا مشروع أكاديميات الكرة الألمانية مشروع توسيع قاعدة المشاركين في الكرة الألمانية واللي نتج عنه أنه ألمانيا تتحول لماحد من أهم مخازن المواهب المتطورة في كرة القدم ألمانيا تنتج أنواع أشكال من كرة القدم مهاري على مدافع على أي شيء بالذكياء الأكاديميات عم بتفكر بشكل علمي كأنها مصانع لاعبين ما عادت مجرد اتعلم لاعبين بيكن باور اتنحى عن رئاسة بايرون مينيخ عام 2009 وسلم الموضوع لأولي هوينيس اللي يكمل بشكل رائع جدا بيكن باور أسس وأعطى بايرون بأساس قوي قادر تبني عليه بسهولة للمستقبل وكملوا ما شاء الله عنهم هوينيس ورمينيجا بنفس العقلية الانتصارية بنفس العقلية الإدارية بنفس عقلية قيادة المسار وما تنتظر خصمك يسبقك بيكن باور هي كان جاعد بحال ومسك ورقي يشوف شو عمل لاعب انجحت مدرب انجحت طب مدير رياضي بحكوا عني انجحت رئيس نادي انجحت بالاتحاد الألماني انجحت شو ضل؟ ضل فيفا فصار عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا وكأنه بيقول رح أتعب من بعدي أو بدي أقولكم بدي أريح من بعدي ما حدا رح يقدر يعمل اللي أنا عملته فارتاحوا وخليكم بمهامكم اللي بتعملوها يوميا بس تالعلم هالنجاح العظيم مقافأ على قرار عظيم وصعب أخذوا بيكنباور وقتها ألمانيا كانت لسه عم تطلع من فقر من تحطين فكانوا الأهل بدهم أولادهم يروحوا يمسكوا أي وظيفة فلما أبو لبا كنباور شافوا عم بده يلعب قدم قالوا يا بابا لا جنون كرت القدم هاي تاعة هوا ومرة بلعب ومرة لأ وسيبك من الموضوع وكان الإصابة وقتها لا تأمين ولا فلوس ولا رواتب عالية قالوا خليلك بوظيفة وفعليا بيكنباور راح يشتغل كاتب في مكتب تأمينات وبيقول بس كنت داما شوي أطلع من الدوام عشان ألعب وهيك فأيجاني مديري قال لي يا بيكنباور لقمة عيشك كل عيش خليك عاقل ما لها الوظيفة هاي بعد هيك أكمن سنة بتصير مدير وكبير بيكنباور اتفرج في حنفسه قعد قال لو ضليت ميتين سنة كاتب في مكتب التأمينات مش حصير مدير لأني مش شخص ولد ليكون في المكتب أنا ولدت لأكون في الملعب والحمد لله أنه بيكنباور قرر هيك لأنه لو لذلك ما كان عندنا هذه الشخصية الملهمة لكل مناصب كنت قدم ما كان عندنا بايرن يونيخ بوضعه الحالي آه بايرن مر عليه أساطير لكن صعب جدا تلقى بافاري ينكر فضر بيكنباور على تاريخ بايرن حتى الكرة الألمانية صعبة تشوفها بدون بيكنباور فهو شخص فهم اللعب كويس فهم كرة القدم كويس كان عم بيشوف الحاضر والمستقبل بشكل مهم كان عم بيفهم احتياجات كل اللاعبين وكان عم بيفهم احتياجات اللعبة والجماهير عشان هيك كان عم بينجح في كل مكان رحله وبسهولة مطلقة عشان هيك مهم جدا نفهم تفاصيل الشغل اللي بنعملها لأنه هذا الشي الوحيد اللي بيخلي الشغل سهل جدا علينا وهون بنوصل لنهاية حلقة قصة الجمعة وبتمنى تشاركوها مع أصحابكم اللي بيشجعوا الكرة الألمانية كنت معكم أنا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله